ازايكم يا شباب عاملين ايه? الحمد لله. صحيتو ولا لسه شاكلكم لسه ما يمين. اميرة فتح المايك. اميرة فتح المايك. ماشي يا محمد. كيف يتعداتوا لامتحان المتر. لا تسكنكم بتقول لأ. لكن لا تريدين تقول لبسوة عالي. ماشي. طيب قبل امتحان المتر ما كده خلوني اقول لكم في حاجة مش فاهمنا اي جزء اتحاسها كفية بس مش بحاس الاستحاسها كفية انتو الصوت وصل لكم طيب انا دكتور ايه لان ما في ساني طب اوكي يعني ايه لما اقول طيب حد يجاوض طيب حسستوني انو الصوت وصل لكم بس عشان ما حسش انو ما فيش حد موجود عامل يا دكتور ليش يا محمد تمام يا دكتور استعدته خلاص لامتحان المتر مستعد استعدته طب كويس يا محمد كويس نبدأ بقى محاضرة النهاردة طبعا احنا في مد احنا وصلنا ان احنا بنتكلم عن ايه عن الفلكلور الحاجات اللي احنا اخدناها قبل كده كنا بنتكلم عن السيحة الثقافية بشكل عام واهميتها من زياها اه الحاجات اللي بتنورث عندها او اشكالها كل الحاجات دي تكلمنا عنها بشكل عام في الفصل الاولين يعني في الفصل التاني اتكلمنا عن ايه اتكلمنا عن الفلكلور ده اول حاجة بتنسب ليه السيحة الثقافية اتفقنا من الفلكلور ده ليه كذا اسم فلكلور او ثقافة تقليدية او تراث تقليدي اي حاجة او مثلا نقول ايه التراث الشعبي ايه ممكن نسميه كمال لو احنا هنا في مصر وقولوا التراث المصري اي حاجة بتبقى راجعة للمكان او الهوية المكان اللي احنا عايشين فيه ببنسميه الايه الفلكلور بما اني افتكرت بقى دكتور عمريل بتسألكو في حاجة في بحوث الاسواق مربطتوش عليها ليه هي كانت بتسأل ايه اول حاجة بعملها البحث لا هي كانت بتسأل اهمية بحوث الاسواق يعني انا مسميتش السؤال ده الصراح لا هي كانت بتسأل انتوا لسه ما اخدتوش اول حاجة بيعملها البحث هي ايه انتوا لسه ما اخدتهاش اصلا احنا مصلناش للجزء ده لكن كانت بتسأل اهمية بحوث الاسواق بشكل عام فيه ناس قالت حاجات بس يعني الاغلب او الاكتر يعني الناس ما قالتش او ما ما ردوش لكن فيه الناس اللي جاوبت عليها او الناس اللي قالت لها حاجات صح يعني بس كنت مستنية اجابات كتير يعني على اساس ان انا بضيع الصوتي في المحاضرة فمستنية اجابات كتير ماشي يا محمد طيب اه منرجع بقى لاستيحات تقافين الفلكلور كنا عرفنا الفلكلور وان ان هو العادات والتقاليد وبتشمل كذا حاجة اه قلنا مسلا قصص حكايات قلنا اغاني قديمة رقصات اه شعبية في المنطقة اللي احنا فيها ايان كانت هي ايه قلنا كمان الطب الشعبي او الطب التقليدي قلنا كمان الحرف والعمارة واي حاجة لا علاقة بالفنون انا جبت كل الأنواع هوا انا جبتهم للتعريف قلت الاغاني قلت الاغاني قصص حكايات للرقصات الشعبية بعد وقلت كمان الاغاز والامثال وارجعت وقلت كمان اللي هي اي حاجة لا علاقة بالاساطير والعادات والحرف والعمارة او اي حاجة لا علاقة بالفنون تكون خاصة بالبلد دي او Marion ببلد دي. بعد كده اخدنا مواد التراص الشعب الثقافي واللي تكلمنا فيه عن اربع حاجات او خمسة اول حاجة اللي هي حاجات الشفاهية ووضحناه وقلنا يعني ايه حاجات شفاهية واداء العروض والتقص الاحتفالات الاجتماعية والحاجات المتعلقة بالكون وبعد كده تكلمنا عن الحرف او الفنون الحرفية. بعد كده اخدنا اهمية الفلكلور وقلنا ان احنا عندنا اهمية الفلكلور ان هي الوسيلة اللي بتنقل ثقافة من جيل لجيل او بتعرف الناس الحاجات اللي كانت موجودة زمان عندنا. قلنا كمان ان هي بتحافظ على الهوية البشرية او بتحافظ على ان العداد التقاليد دي تفضل موجودة عندنا على طول. قسمنا التراص الشعبي لاربع حاجات. اللي هما كانوا اول حاجة عندي المعتقدات والمعارف. تاني حاجة عندي العادات والتقاليد الشعبية. بعد كده الادب الشعبي وفنون المحاكاة. الحاجة الرابع الفنون الشعبية والثقافة المادية. دول الاربع حاجات الموجودين عندي. او اقسام التراص اللي موجودة عندي. اللي هو التراص الشعبي. العادات والمعتقدات والمعارف الشعبية والعادات والتقاليد والادب الشعبي والفنون الشعبية. فاكرين اي حاجة من الحاجات الاربع دول? فاكرين اي حاجة من الحاجات الاربع دي طيب مش فاكرين اه مفهمكو للحاجات الاربع دول لا انتو لسه نايمين لا والله انتو لسه وصحتوش ماشي يا سلوة تفضلي المعتقدات المعرفة الشعبية وليه يعني ايه مسلا المعتقدات اللي قولي يا دكتور الناس مثلا بيربطوا حاجة بحاجة زي مسلا اه الحيوانات او الاشجار او ان هو العفاريس والكده الحاجات دي بيعتقدوا حاجة يعني مسلا لو شفوا حيوان ده فبيعتقدوا ان هو لا بيخافوا منه تمام والمعارف المعارف زي مسلا خلتك تقلت اللي هو الضب التكريدي او الضب البديل اللي هو بتاع الاعشاب وكده بالضبط داوي الاعشاب تمام برافو يا سلمة ايش الحاجة التانية challahادات والتقاليد مين محمد خالد العادات والتقاليد يا محمد قلنا زي ايه مسلا اللي هي الحاجات اللي بعملوها هي الى الاشنار انت طلبش موجودة زي انت بتواتي عبر دك شهادة الملوخية بزبط زي مسلا شهادة الملوخية مثلا عندنا احنا في مصر كده حاجة مميزة عندنا او طراثة عندنا او مسلا اللي هي الحاجات بتاعت الزواج او التقاليد بتاعت الزواج الموجودة عندي في البدو في النوبة في الصعيد اللي هي الحاجات المميزة عندي اللي هي لهم تقاليد معينة بيعملوها في الوقت ده. بعد كده الحاجة اللي بعد كده قدنا الادب الشعبي وفنون المحكاة فاكريني يعني ايه? من اسمها اسمها ادب شعبي وفنون المحكاة المحكاة. طب حد غير محمد خالد طيب. في حد ثاني هون. سلمة برضو? لأ حد غير سلمة برضو. فاكرة يا اميرة طيب الادب الشعبي وفنون المحكاة? طب منا? طب قولي يا اميرة. الحاجات الشعبية هي قمي. الايه? انا بنت مش سمع صوتك. لا لا. الاغاني سمعني جدا حبيبك. او سمعيكي تمام. اه الاغاني الحاجات الشعبية هي قمي يعني. تمام. اه. طيب هي من اسمها? اه لغاية النقط. طيب احنا من اسمها اسمها محكاة. محكاة. يبقى حاجة لها علاقة من ان هي تتحكي او تتقال. زي ايه مثلا? زي القصص مثلا. زي الروايات زي الحكايات زي الامثال الشعبية. تمام? يبقى المحكاة اسمها فنون الادب والمحكاة يبقى اي حاجة لها علاقة ان هي تتقال. زي مثلا الامثال الشعبية زي ما انت قلت مثلا النقط زي الغاز او الفزورة زي ما احنا بنقولها كده. زي مثلا ايه زي الحكايات عموما اي حكاية كده اسطورية موجودة عندنا قلنا زي مثلا عندنا من اشهرهم اللي هما كانوا مين? الحاجات اللي هي الخرافية اللي عندنا ومن الغولة اه ابرج لمسلوخة اللي انتو اكدتولي عليها في المحاضرة دي اه اي حاجة كان لها تراص عندنا او كانت موجودة عندنا من زمان. تمام? تمام. نيجي بعد كده? تمام يا امير. طيب. نيجي بعد كده الحاجة الرابعة اللي اتكلمنا عنها هي كانت الفنون الشعبية والاي? والثقافة التقليدية. وانا الفنون الشعبية والثقافة التقليدية دي بيندرج تحتها بعض الاشغال اليدوية. مش كل الاشغال اليدوية بس بعض الاشغال اليدوية. والازياء والرسم على الجلد وادوات الزينة. طيب. بعد كده اخدنا الاغاني في التراص المصري. فاكرنا اي حاجة فيها يا منا او روجينا عبدالرحمن. طيب منا روجينا عبدالرحمن? ماشي تفضلي يا روجينا. هي الاغاني البدو او اغاني السعيد? ماشي. طب خلينا نتكلم عن البدو يا روجينا تكلميني طيب عن اغاني البدو كان اسمها ايه? اللي هي. احنا هنجبها من الصمر. احنا الصمر اللي هي السامر يعني. وقلنا نحنا عندنا ايه? اه بنسميها كده طيب. قلنا الاية اللي المستخدمة فيها هي ايه? المكرونة. اللي هي بتبقى مصنوعة من الغاب دي. اللي هي الصورة دي. ثواني. دي. تمام? طيب. اه. تمام. تمام يا روجينا. ماشي يا روجينا. طيب. عبد الرحمن طيب? عبد الرحمن فكر اغاني تانية طيب بتعرف تقولي طيب اغاني السعيد? لا. ماشي. ومنا برضو لا. ماشي. تمام. اغاني السعيد كنا قلني ايه طيب يا محمد يا خالد? اللي هي السيرة والمدح. تمام. كل المستخدمة فيها بتبقى الربابو. تمام. طيب وبنسبة لي يا سلمة? اغاني الدلتة? اغاني الدلتة اللي هي كانت قصة الشعبية والاستهالات اللي هو زي الشعر او الحكاوي. كان التميز ان هي الطابعة الهادي. تمام. كان زي اللي هو الشيخ في النقشبان دي. تمام يا سلمة. بعد كده قلنا اغاني مدون القناة وقلنا ان احنا بنصطدم فيها الالة المشورة عندهم مليات سمسمية. وقلنا ان احنا عندنا بنسميه مصحبجية. اشهر الرأسات عندهم اللي هي المنبوتية اللي هي دي. اللي هي الرأس مليئة او الرأسة اللي هي في الاول على اليمين دي. بعد كده قلنا اغاني النوبة وقلنا ان احنا عندنا بيتميز اغاني النوبة دي اللي هي لما راحت مسابقات كان علي كوبا ده عمل او الفرقة وراحت مسابقات فكسبوا هقوم ما ركز علي فيها يعني. اشهر الرقصات بقى اللي موجودة عندي. اشهر الرقصات اللي موجودة عندي ايه? هي المنبطية والتحطيل. يا اوه موجودة عندي. قلنا احنا عندي طبعا كل كل محافظة او كل مجموعة من الدول موجودة عندهم اه حاجات معينة. تفضلي يا امير او رقصات معينة. انت رفع عقديك يا امير انت هتسألي ولا هتجاوبي? طيب ميكان. المنبطية او التحطيل. بعد كده. او الحجال البدوية. بعد كده عندي التربالة والغزل النوبي. ده كلها رقصات كانت مشهورة بيها الاماكن اللي موجودة عندنا او المناطق اللي موجودة عندنا في مصر. بعد كده هيبقى عندين ايه بقى? الصناعات والمنتجات. احنا كده تكلمنا عن الفلكلور بكل الحاجات اللي موجودة فيه. يعني ايه? بكل المجتملات بتاعته. بكل التراس اللي موجودة عندي في مصر او الحاجات اللي بنعتبرها من الفلكلور الشعبي اللي موجود عندنا. سواء كان الفلكلور ده اه فلكلور بشكل عام او ادب شعبي خصصناه ادب شعبي بس. نيجي بقى لصناعات والمنتجات اللي موجودة عندنا. احنا عندنا مشهورة بالنهية صاحبة المنتجات اليدوية او صناعات والمنتجات التقليدية او الحرف اليدوية اللي موجودة عندنا. فاكرين المؤتمر او المعرض اللي امنية وشاهدة عملوا عنه بتاعهم. اه اتفاضل يا محمد خير. معرض تراصنا. اللي هو كان معرض تراصنا اللي هم عملوا عليه. ده كان مفروض ان هو بيشجع الصناعات التقليدية اللي موجودة عندنا او الصناعات والحرف اللي موجودة عندنا في مصر. طيب معرض تراصنا ده تقريبا هو كان فيه كل انواع الحرف او نقول ايه تسعين في المية من الحرف اللي موجودة عندنا هنا في مصر. وكانوا بيحاولوا يبرزوهم. مش بس مصر كانت يدوها للتانية كمان. بس احنا يفرق معانا دلوقت او يهمنا في مصر لان احنا هنتكلم عليها بشكل اه منفصل شوية طيب يعني ايه اصلا الصناعات والمنتجات اللي موجودة عندنا دي يعني الحرف بنركز على حاجة معينة في الصناعات اللي موجودة عندنا دي بنركز على ايه على الحرف اليدوية الحرف اليدوية او المهار اليدوية كل واحد فينا مثلا عنده مهارة معينة فدي بتبقى مميزة او مفيش حد في مكان تاني بيعملها فدي بتبقى حرف يدوية او مهارة في الشخص ده نقول عليها مهارة فردية تمام؟ يبقى الحرف او الصناعات اللي موجودة عندي دي من الحرف اليدوية او من اشهر الحاجات اللي موجودة عندي وتتميز بها مصر بتعمل ايه الحرف اليدوية دي ممكن يكون كل شخص عنده مهارة او اي حد عنده مهارة وفي نفس الوقت المهارة دي بتكون هو منفرد بيها والمكان اللي هو فيه منفرد بيها ومش موجودة في مكان تاني زي مثلا لو نتكر الاعلان بتاعته رأسنا او المعرض اللي انا ورده لكم البرومو اللي ببقى في الاول كده المعرض تراصنا كانوا بيعرضوا المنتجات خاصة بكل بلد بيعرضوا كل بلد فيها ايه اه خليني هابقى اعرضه لكم تاني في وقت تاني بس عشان ما نضيعش الجزء بتاع المحاضرة ده اللي هو كانوا بيحاولوا ان هم يجيبوا كل التراص اللي موجودة عندنا في مصر سواء كان في كفر الشيخ سواء كان في النوبة سواء كان في سعيد كل التراص اللي كان موجود كانوا بيعرضوه يبقى انا عندي نبدأ بقى كده الحرف اليدوية عندي مهمة ليه علشان بتعمل لي كذا حاجة او احنا كده المفروض عرفنا الحرف اليدوية اللي هي كانت ايه اللي هي المهارة سواء كانت فردية او مكتسبة يعني او انت منفرد بها لوحدك او واخدها من حاجة بتعليمها من حاجة زي مسلا مسلا ده مثال زي الكروشي مسلا الناس اللي بتعرف تعمل كروشي اه بتريكو الحاجات المميزة دي بس طبعا احنا عندنا الحاجات اللي هي النوبية اللي هي الخص والحاجات دي هي مميزة اكتر في الحرف اليدوية طيب نعرف التعريف بتاع الحرف اليدوية المهارة اللي بتبقى موجودة عندك اللي بتعملها بيدك اللي بتبقى منصنع ايدك اللي هي اه بنستخدم فيها الحاجات المادية الخامات البقية اللي موجودة عندنا. تمام? رخامات الباقية اللي موجودة عندنا بنقدر نوظفها في الحرفة بتاعتنا عشان نطلع شكل جديد مش موجود عند حد تاني. بنعمل اصلا ومهتمين به الحرف اليدوية دي ليه? علشان كذا حاجة. اول حاجة عندي الحرف اليدوية دي اهمية اجتماعية. وعندي اهمية اقتصادية. وعندي اهمية تراخية. تفتكروا ايه الاهمية الاجتماعية اللي ممكن تكون الحرف دي بتعملها? طب اه مش انا لسه بقول الحرف دي صنعه. اتفضل يا سلمة. اه المسلا يا دكتور بحد عنده وموهبة بيعملها وكده فده يعتبر شغل فده كده فدل مجتمع يعني. ماشي تمام يا سلمة اللي هو الشغل يعني ايه الشغل? يعني انا مثلا مش شغالة وعندي حرفة معينة اين كانت الحرفة هي ايه? مسلا بعرف اعمل كروشي. وانا بكروشي بطريقة مميزة اوي فبرسم بيه مسلا تماثيل فرعونية بعمل مش عارف ايه حاجات خاصة بمصر مثلا. فانا مش شغالة. فاعمل ايه في الحرف دي? يعني لما لاقي مثلا مصنع موجود او ولاقي معرض موجود بيعرج الحاجات دي فانا اقول ايه لا. ده انا هروح اعمل اه مجموعة كبيرة علشان روح اشارك في المعرض او مجموعة كبيرة عشان روح ابيعها من السياح في كزا. انا كنت الشغالة هو فاشتغلت. فده معنا انه بيوفر لي وظيفة. بيوفر لي مصدر دخل قادر عيش منه. يبقى اول حاجة في الاجتماعية قلنا الاجتماعية. لما اللي جي انه ببص على اي اهمية اجتماعية بنبص بتعمل ايه في المجتمع? بتعمل ايه في الناس اللي موجودين? اه بتوفر لهم مصادر دخل. بترفع مستوى المعيشة بتاعهم. وانا لما يبقى معي دخل فاكيد هيبقى مستوى المعيشة بتاعي مرتفعة. يبقى اول اهمية اجتماعية للحرف اللي هي بتحد من البطالة. ما بيكونش فيه بطالة كتير. تمام? تاني حاجة الاهمية الاقتصادية. اقتصادية يعني ان حاول ناخد الجانب اللي فيه فلوس نوعا ما. اللي هي اول حاجة بنستفيد من الموارد البشرية والخامات البيئية اللي موجودة عندنا. يعني بنستفيد من الموارد البشرية اللي هو انا قلت دلوقتي ان انا ما كنت شغالة وكان عندي بطالة. فهم استفدت او حاولوا يستفيدوا مني في ايه? لما عملوا معرض وانا قدمت المهارة بتاعتي او الحرفة بتاعتي. هما كده استفدوا منها كمان في حاجة. الخامات البيئية اللي موجودة عندي كمان بنستغل لها. يعني الخوص اللي موجودة عندي ده ممكن يعملوا منه مسلا اه شنط. ممكن يعملوا منه اه حاجات زينة كده بيعلقوها على حيطة السياح بياخدوها وبيبون بسطين بها قوي. استغلوا الخامات اللي موجودة عندنا بدل ما تترمي لا احنا هستغلناها وعملنا بها حاجة. يبقى انا اول حاجة في الاهمية الاقتصادية ان انا استغلت الموارد البشرية اللي موجودة عندي واستغلت كمان الخامات اللي موجودة عندي. طيب تاني حاجة مش انها لسه قيلة دلوقتي في الاجتماعية ان احنا وفرنا او حاولنا نقلل الناس مش شغالة نفس الكلام في الاهمية الاقتصادية برضو ان احنا وفرنا فرص عمل. وفرنا فرص عمل يعني ديناهم فلوس. فلوس له علاقة قبل ارقام يبقى لقى علاقة بالاهمية الاقتصادية بعد كده مش بس كده اولا لما ابقى مثلا عندي مهارة وسلمة عندها مهارة ومنا عندها مهارة كل واحد فينا عنده مهارة فبدأنا ان احنا كل واحد يعمل المهارة بتاعته دي مش هيبقى المجتمع بتاعنا بينتج المجتمع بتاعنا بدل مسلا ما كلنا بنروح نشتري لأ ده انا بعرف اعمل مسلا الكفيات وسلمة بتاعرف تعمل الشنط معرفش مين بيعرف يعمل حاجة فكلنا بنجمع الحاجات دي وبنعملها فيبقى مجتمع انتاجي. يبقى انا عندي الاهمية بتاعة الصناعات دي ان هي مجتمع بتخليني مجتمع انتاجي. الحاجة الرابعة اللي هي المرونة في الانتشار مما يحقق التنمية المتوازنة بين الريف والحضر. يعني ايه? يعني انا ما باقتصرش الحرف دي او ما باقتصرش الصناعات دي على منطقة معينة. يعني انا ممكن اخد مثلا الريف بيعمل لي اه اللي هي بتاعة الخوص والحاجات اللي هي المصنوعة من الخوص دي. اه وانا باخدها بنقلها بسوقها مسلا في المدن بسوقها في المعارض بسوقها في اي مكان اي ان كان المكان ده ايه? يبقى انا عندي قلت الاهمية الاجتماعية بتاعة الحرف اجتماعية يبقى بتحاول تدور على فرص عمل للناس اللي موجودة عندي. يبقى بتحد من البطالة. بالتالي لو حدد من البطالة فهي زوادتلي مصدر الدخل بتاعي. انا اشتغلت. يبقى انا معايا فلوس. يبقى معايا مصدر دخل وفي نفس الوقت رفعت من المستوى المعيشة بتاعي. طيب الاهمية الاقتصادية اللي انا استفدت من الموارد البشرية اللي هو انا وسلمة وكانت مننا اللي احنا عندنا مهارة. استفدوا من الموارد البشرية بتاعتنا. والخامات البقية المتوفرة كمان في المكان. وفرنا فرص عمل. تلت حاجة عملنا مجتمع انتاجي. رابح حاجة اللي هي حققنا التوازن بين الريف وايه? والحضر. نقول لهم تاني. اهمية الحرة في الصناعات التقليدية. اول حاجة الاهمية الاجتماعية. اجتماعية يبقى فيها ان هي شغلت الناس. بل حد من البطالة. زوادت مصادر الدخل ورفعت مستوى المعيشة. انا قلت ان انا ما كانش عندي شغل وعندي مهارة. بدأت ان انا لما عرفت ان في معرض. المعرض ده بيعرض المهارات او بيعرض الشغل بتاع الناس اللي عندها موهبة. بدأت ان انا عشان عشان آآ ابيعهم. انا كده ما بقتش ايه من البطالة? لا ده انا بقيت كده ايه? منتج. يبقى انا عندي الاهمية الاجتماعية لحد من البطالة. بالتالي زيادة مصادر الدخل ورفع مستوى المعيشة. طيب. لو انا قلتلكم مسلا في مرة ان الصناعات والمنتجات او الصناعات والحرف التقليدية بتعمل على زيادة مصادر الدخل. فتفتكروا دي هتبقى صح ولا غلاص? لا جاوبوا بقى. انا عايزة حد يجاوب. ماشي محمد خليد رفع الاول. ماشي يا محمد بتفضل. صح. صح. احنا لسه بنقول دلوقتي اهو ان هي ايه? الاهمية الاجتماعية بتاعتها ان هي بتحاول تجيب لك شغل علشان تزود فلوس اللي معاك عشان تقدر تعيش في مستوى كويس. تمام? طيب. الاهمية الاكتصادية بقى ان ان احنا عندنا بنستفيد من الموارد البشرية والخامات البيئية المتوفرة. بعد كده توفير العديد من الفرص العمل خلق مجتمعات انتاجية المرونة في الانتشار ما يحقق التوازل. تمام? طيب. يبقى انا قلت الاهمية الاجتماعية والاهمية الاقتصادية. الحاجة التالتة الاهمية التاريخية والثقافية. احنا بنعمل العداد التقاليد. احنا قلنا ان احنا عندنا الفلكلور. الفلكلور ده علشان يفضل موجودة عندنا لازم نطورسه من جل لجيل. عشان نحافز على الهوية الوطنية الموجودة في المكان صح? نفس الكلام بالنسبة للصناعات. ازا انا كان جيل صغير مثلا ما تعلمتش من الجيل الكبير الحرفة دي او المهارة دي مع الوقت الحرفة دي هتنتهي. يبقى انا اهمية الصناعات التاريخية ايه? اول حاجة بحفز على الهوية الوطنية. وثقافة المجتمع. الهوية الوطنية يعني ايه? يعني انا بحفز على الصناعات المنشوقة في المجتمع ده. في الوطن ده. طيب. تاني حاجة تدعم السلام بين الشعوب حيث تواصل للسائحين مع العمال. انا لما اكون مسلا انا كعامل انتكت مسلا كوفيات كتير او انتكت مسلا صناعات من الخوص عملتها. ورحت عرضتها مسلا في مجموعة من السائحين مسلا جوهم قالوا لي ان احنا احنا عايزين نشتري دي لا مش عارف ايه او ودتها مسلا بزار او ودتها معرض ومجموعهم السائحين جوهم اتكلموا مع اللي واقف يباعها ومعرفش اللي احنا عايزين دي. انا كده بعمل ايه? بعمل تدعيم ما بين الشعوب وبعض. ما بين السائحين وما بين العمال اللي موجودين عندي. طيب انا اول حاجة بحفز على الهوية الوطنية. تاني حاجة بعمل تواصل ما بين السائحين والعمال. طيب الحاجة التالتة اللي هو ايه? اللي هو انا بحاول انمي الحرف اللي موجودة عند كل واحد من اللي عنده مهاردة. فبعمل لهم معارض. بعمل لهم مسلا ايه ايه مهرجانات. بعمل لهم فعاليات. اي حاجة يقدروا ان هم يعرضوا لمنتجات بتاعتهم عشان يكسبوا. حتى لو كانت ايه? يبقى انا اول حاجة بحافز على الهوية الوطنية. بعد كده بعمل تواصل ما بين السائحين والعمال. الحاجة التالتة بعمل لهم معارض وبعمل لهم فعاليات عشان يقدروا ان هم يبيعوا الحاجة بتاعتهم او علشان يظهروا بالموهبة بتاعتهم وينموها اكتر. علشان ما اضعش بقى مع مع السنين وكده. يبقى انا عندي تلات اهميات للحرف والصناعات التقليدية. اول حاجة عند الاجتماعية بعد كده عند الاقتصادية والحاجة التالتة التاريخية والثقافية. تكلمنا عن الاجتماعية قلنا اول مجتمع يعني الحد من البطالة. الحد من البطالة فبنزود مصدر الدخل وبعدين بنرفع مصطوى المعيشة. طب الاقتصادية. اول حاجة بستفيد من الموارد البشرية والخامات البيئية الموجودة عندي. تاني حاجة توفير العديد من الفرص العمل. بعد كده خلاص انا انا خلاص ايه استفدت من الموارد البشرية والخامات البيئية فبالتالي بقيت مجتمع منتج. انا خلاص شغلت الناس اللي موجودة عندي وشغلت والخامات البيئية اللي موجودة عندي فبالتالي بقيت مجتمع منتج. يبقى خلق مجتمع انتاجي. بعد كده حققت توازن ما بين الريف والحضر يبقى أنا عندي في الأهمية الاقتصادية الاستفادة من الموارد البشرية والخامات البيئية وبعد كده اللي هو بقيت مجتمع منتج والحاجة الثالثة اللي هي عملت تحقيق توازن ما بين الريف والحضر الأهمية التاريخية والثقافية قلنا إن إحنا عندنا بنحافظ على الهوية بتاعة الوطن أو بتاعة المجتمع بنحاول إن إحنا نوصل أو نعمل سلام أو تواصل ما بين السائح والعمال والحاجة الثالثة اللي هو بنحاول إن إحنا نعمل فعاليات ومعارض علشان ننمي المواهب بتاعة الحرفيين اللي موجودين عندي أنا أمد المنتجات أو الحاجات الحرفية اللي موجودة عندي دي ليها مجموعة من الخصائص أو لازم تكون متميزة بحاجات معينة علشان قادر أقول عليها إن هي حرفة أو صناعة يدوية مميزة إيه هي الحاجات دي؟ الأصالة أول حاجة الأصالة يعني إيه الأصالة؟ يعني تكون بترجع لثقافة المكان اللي هو موجود فيه ثقافة المنطقة اللي هو موجود فيها يعني إيه برضو؟ يعني أنا واحدة من النوبة فأنا واحدة من مصر عموماً فجد يساقح من مثلاً إيطاليا فهيدور على إيه؟ هيدور على الحرف اللي بتدل على مصر اللي لما يروح إيطاليا آه يقول أنا جايب دي من مصر هيدور على الصناعات مثلاً اللي في النوبة هيدور على الصناعات مثلاً اللي في الصعيد في كفر الشيخ الحاجات المميزة جداً اللي موجودة عندنا في مصر ومش هيلاقيها في هناك الأصالة بتاعتنا إحنا الحاجات اللي إحنا برجعة للمجتمع بتاعنا بس طيب ممكن كمان التفرد يعني إيه التفرد؟ يعني الحاجة اللي هو واخدها دي فكرتها مميزة مش موجودة في مكان تاني زي مثلاً لما كنا إحنا أول ما بدأنا فبدأنا إحنا نعمل التماثيل الفرعونية في شكل تماثيل صغيرة وانبيها للسقيحين مِنمل أهرامات في شكل أهرامات صغيرة كده وانبيها للسقيحين دي كانت حاجة إحنا مفردين بها وإحنا متميزين بها فالسلو يمتلكوه يشتروها حشان يخضوها كده كأنها تتذكرة عندهم يفتكروا آه دي أنا لما كنت راح في مصر دي لما كنت في منطقة كذا دي لما كنت في منطقة كذا كل الهاجات دي لغاية الهدوم احنا عندنا هنا في مطر بعد اللبس بيبقى مميز قوي فالسيح لما بياخدوه هناك اه بتبقى من الحاجات اللي هي فيها اصالة بترجع لمدينة للمصر بشكل كبير والحاجة التانية كمان ان هي مش موجودة في منطقة تانية فكرة مميزة الحاجة التالتة اللي هي الارتباط التاريخي والثقافي اللي انا لسه ايلها دلوقت اللي هي لازم تكون حاجة مميزة عندي في المنطقة دي او في البلد دي في مصر مش موجودة في مكان تاني بترجع للاصل مصر مش موجودة في مكان تاني يبقى انا عندي ثلاث حاجات اللي هي الاصالة والتفرد والارتباط التاريخي او الصقافي دول التلاتة اللي المفروض موجودين عندي في ايه في الحرف او الحاجات اللي موجودة عندي عشان لا اقدر اقول عليها مميزة او اقدر اقنع استقح بيها واقول ان الحاجات دي لازم يشتريها او لازم ياخدها من عندي في المصر يبقى احنا اقول ايه عرفنا يعني ايه الصناعات او الحرف اليدوية وبعد كده اتكلمنا عن الاهمية من حيث تلات حاجات قلنا اجتماعية واقتصادية وتاريخية وبعد كده اتكلمنا عن الخصائص اللي مفروض تكون موجودة في الحرف دي او في المنتجات اللي موجودة عندي علشان السائح ياخدها وهو اه مبسوط جدا او علشان اقدر ان انا ابيع او اسوى اكبر جزء ممكن منها. حد عنده مشكلة في اللي انا قلت لغاية دلوقتي لسه هكملهم. هي لسه فيها واحدة بس لسه هكملهم. حد عنده مشكلة دلوقتي. تمام. يبقى انا قلت عندي الخصائص الاصالة والتفرد والارتباط التاريخي طيب. الحاجة الرابعة ان المهارة تكون الحرفية. المهارة الحرفية. يعني ايه? يعني انت اللي عاملها بايدك. بشغل ايدك. حتى لو فيها جزء مصنوع بالات او معدات. لازم ما يقصرش عليها او ما يبقاش الجزء الاجبر منها. علشان استقح بيحب الحاجات اللي هي الايه? اللي هي التقلضية. اللي هي الحاجات اللي معمولة بالايد. الحاجات اللي هي روح ها هيروح مثلا برا. فضامن ان هو لما ياخدها مفيش الات او اي حاجة تقدر انها تعمل زيها. فاهميني الجزء ايه دي? يعني ايه المهارة الحرفية? يعني اي حاجة بتبقى بصنع الايد. حتى لو فيه جزء منها معمول بمكان او بمعدات بس طابع عليها الجزء الاكبر بالنياة الحرف اليدوية. علشان ايه? علشان احنا اتفقنا ان هو الشخص ده عايز حاجة آآ تكون منفردة او مش موجودة في مكان تاني وعاوز حاجة تكون راجعة للمكان ده. فبيعمل ايه? ضامن ان هو لما يروح المكان او اي مكان مش هيلاقي مكان بيصنع نفس اللي هو اشتراه. او مش هيلاقي معدات بتصنع نفس اللي هو اشتراه. تمام كده? يبقى احنا قرنا اربع آآ حاجات بيميزوا الثقافة اللي موجودة عندي او يميزوا عندي المنتجات او الحرف التسكرية اللي هي الاصالة والتفرد الارتباط التاريخي والثقافي والحاجة الرابعة ان المهارة تكون حرفية اللي هي مصنوعة بالقين. طيب. نجي بقى عن الحرف اللي موجودة عندي في مصر. طبعا انا انا قلت في البداية ان انا عندي الحرف والصناعات اليدوية في مصر من اشهر الصناعات اللي محتلم مكانة جبيرة جدا عندي في مصر. سواهنا كده يا شباب. طيب. الحرف والصناعات اليدوية في مصر قلت ان هي وغدة مكانة جبيرة جدا مش بس في العصر الحالي لا. ده من زمان. يمكن بدايتها كانت من العصور اللي قبل كده بس كانت مزدهرة او وغدة مكانة كبيرة في انت في العصر العثماني. لان هي كانت يعني نقدر نقول الصناعة الوطنية الاساسية في مصر في الدولة العثمانية او في العصر العثماني. كان عندي كل طائفة او كل مجموعة بيعملوا حرفة معينة لهم طائفة. لهم مكان بيعودوا فيه بيعملوه. يعني مسلا الناس اللي مشهورة بالنحاس فبيعودوا مسلا في شارع النحاسين. الناس اللي مشهورة ما عرفش بيعملوا الخيامية بيعودوا مسلا في شارع الخيامية بالازغر. اه الناس اللي مسلا كل كل واحدة عنده حرفة معينة بيعودوا في شارع عشان يبقى للشارع ده بتاع الحرفة دي. بيتجمعوا في مكان واحد. كنا بنسميها زمان ايه? الطواقف او الطائفة. الطائفة مثلا الطائفة اللي موجودة عندي فين? في باب الشعرية. الطائفة اللي موجودة عندي في حي الغرية. الطائفة اللي موجودة عندي في شريع النحاسين. الطائفة اللي موجودة عندي في اه اللي هو بتاع الشريع الخيامية اللي موجودة عندي في الازهر. طبعا الاماكن اللي انا قلتها دي كلها موجودة عندي في حي الازهر. النحاسين والخيامية وباب الشعرية وحي الغرية كلهم موجودين عندي في حي الازهر طيب يبقى انا عندي الحرف والصناعات اليدوية ما كانتش في الوقت الحالي بس لا دي كانت من من العصور سابقة اكتر عصر كانت مزدهرة فيه كان العصر العثماني كانت تعتبر الصناعة الاساسية فيه او السراعة الوطنية قلت ان انا عندي كل مجموعة بيبهم اتفقين في نوع حرفة معينة كانوا بيعودوا في مكان مع بعض زي مسلا وكنت بسميهم طواقف زي مسلا ان كانوا موجودين عندي في باب الشعرية في حياة الغرية بشارع النحاسين عشان يمرسوا المهنة مع بعض او ايه او يبقوا بيعرضوا المهنة المعينة بتاعتهم دي في وقت واحد او في مكان واحد طيب ليه كانت الصناعات اللي موجودة عندي او الصناعات الحرفية دي في مصر كانت واخد اهمية كبيرة كده علشان كانت بتعمل كل الحاجات اللي انا قلتها في الاهمية قبل كده اللي هي الاهمية الاجتماعية والاهمية الاقتصادية والاهمية التاريخية او الثقافية اللي احنا لسا قلناه من شوية تمام يبقى بالتالي بتحاول النهاية بترفع من مستوى الدولة ككل او بتتاعد ان يدخل اه في فلوس جديدة في الاقتصاد اللي موجود عندي فاكرين الاهمية اللي احنا لسا قلناها من شوية لما قلت ان انا عندي الاهمية الاجتماعية بتوفر العمالة للناس اللي هي بتحدد من البطولة لما قلت مسلا الاهمية الاقتصادية قلت ان انا عندي هيبقى استغل الموارد البشرية اللي موجودة عندي واستغل المنتجات او الخامات بتالي هيبقى عندي مجتمع اه بيقدر ينتج قلت عندي في الحرفية برضو بحافظ على في التاريخية او الثقافية بحافظ على الهوية بتاعة المكان كل الحاجات دي كانت سبب ان الصناعات عندنا في مصر او الصناعات التقليدية او اليدوية او الحرف تاخد مكانة جبيرة جدا لدرجة ان احنا انشأنا او انشئ عندنا غرفة اسمها غرفة صناع الحرف اليدوية انشئت امتى الغرفة دي كانت اول ما انشأت في 2015 احنا عندنا احنا عندنا لالحاجات اللي هي خاصة بالسياحة او عموما الحاجات الخاصة بالحرف والحاجات دي المفروض ان هي في حاجات في السياحة بالقانون بس عشان نقدر نعدلها فبنقدر نقول ايه اتعدلت بقرار وزاري كزا يعني مثلا احنا عندنا التأمينات اللي موجودة في شركات السياحة انتو اخدتوا الانواع شركات السياحة في مادة اعمال شركات السياحة صح? اخدتوا اه تلات فئات لشركات السياحة. اي بي سي. اللي هي فئة الف فئة بي فئة جين. دول التلات شركات او تلات انواع اللي موجودين عندي في السياحة. لما اجي مسلا كل شركة من دول كان ديها اه رقم تأميني بيتحطي في وزارة السياحة علشان اقدر ان انا لو حصل مشكلة او حاجة اسحب من التأمين اللي موجودة عند وزارة السياحة دي. القرار او القانون اللي اللي عمل او انشأ الشركات دي ده من زمان جدا من الف تسعمائة وسبعين مسلا من زمان جدا. طيب هل انا لو مسلا كانوا بيدفعوا شفقة الف كانت بتدفع متين الف تأمين. فهل المتين الف التأمين اللي هي بتدفعها زمان ده هو نفسه اللي يدفع دلوقت لأ المتين الف تأمين مش هيعملو حاجة بالنسبة لشركات السياحة. فبيزهر عندي حاجة اسمها قرارات وزارية بتعدل القانون اللي كان من الف تسعمائة وسبعين مسلا الف تسعمائة حاجة وسبعين بتدي ان هي تعدله. احنا بنعدلش في قانون نفسه احنا بنعمل قرارات وزارية والقرارات الوزرية هي اللي بتعدل مسلا التأمين فالتأمين رفع بقى مسلا من مئتين الف لنص مليون وبعد كده من نص مليون رفع ليه بقى مليون ونص بعد كده رفع لتنين مليون وصلنا لغاية اتنين مليون ان التأمين لازم يكون محتوط لشركات السياحة في وزارة السياحة بيوصل لمتين اتنين مليون نفس الكلام بالزبط بالنسبة لإيه للصناعات اليدوية او الحرف اليدوية احنا اتفقنا ان احنا عندنا القانون بيطلع بس بيحركه او بيعدله او بيحاول ان هو يتماشى مع العصر القرارات الوزرية بالنسبة لانشاء غرفة صناعة الحرف اليدوية نفس الكلام اللي هو ايه اللي هو بيظهر عندي مسلا القانون بيعمل الصناعات عموما بس عشان انا خاصتها بالحرف اليدوية فبيظهر عندي قرارات وزرية هي اللي تعدل القانون او هي اللي تحاول ان هي تتماشى الحرف دي او الصناعة دي مع القانون اللي ماشي او مع الوقت اللي هو في الوقت الحالي. فهمتوا يعني ايه قرار وزاري? تمام. تمام. يعني وصلت لوكو دلوقتي يعني ايه قرار وزاري? خلاص تمام. يبقى احنا عندنا في غرفة انشاء او غرفة صناعة الحرف اليدوية. اول ما انشأت او قرار الوزاري بتاعها كان الفين وخمستاشر. بعد كده عد لأو القرار ده يعني عدلنا فيه جزء او حاولنا اللي احنا نزبط فيه جزء كان في الفين وستاشر. بعد كده برضو لقينا في جزء تاني يتزبط بالنسبة للاصطناعات اليدوية عشان يبقى في القانون او يلزم الناس بيه بقى في الفين وسبعتاشر. يبقى هي النشأة كدفة الفين وخمستاشر لكن اتعدل عندي في الفين وسبعتاشر وفي الفين وايه? وستاشر. طيب. الغرفة دي بتعمل بتعمل ايه? بتحاول ان هي تحافظ على الحرف اللي موجودة عندي. بتحافظ على الناس اللي موجودة بيشتغلوا في الحرف دي. بتحافظ على الهوية بتاعة التراس او بتاعة الحاجات اللي موجودة عندي. تمام? طيب. هتلاقيوا عنديكو كده في الكتاب تقريبا فصاد تمانين تمانين بعد النقط كده اللي هي الخاصة بيه الدور اللي بتقوم بيه غرفة الصناعات الحرف اليدوية دي. اول حاجة عندي اللي هي بتحاول انا قلت لكم ايه بتحاول تزبط الناس اللي موجودة او بتحاول تراعي مصالح الناس اللي موجودة او الناس اللي تشغلة في المكان دي او الناس اللي بتشتغل في الحرف اليدوية. طيب. تاني حاجة بترفع من كفاءة الصناعات اليدوية. يعني ايه? يعني بتجيب لهم تدريبات معينة بتقول لهم مسلا انت بتعرف تشتغل مسلا على الخزف بتعمل خزف. فاحنا عندنا بقى طلع حاجة مميزة او عندنا مثلا ممكن ممكن آآ نبتكر في نوع آآ الازاز ده واندخله في الخزف فيبقى عندنا خزف وازاز ومعرفش وخشب ومش عارف ايه ممكن نعمل بيه كلهم شكل واحد ويبقى شكل جمالي مميز اللي هو بيخلوهم يبتكروا في الصناعات بتاعتهم. ما يفضلوش بالشكل التقليدي اللي هو انت بتنتج الازازة. مسلا شكلها كده فانت هتفضل عايش بها كده. لأ. ممكن يخلوه يطوره. المرة دي عاملها مسلا شكل آآ آآ طويل. المرة الجاية مسلا ممكن يعملها مربعة. المرة اللي بعدها ممكن يعملها معرفش على شكل فانوس. المرة اللي بعدها ممكن يعملها على شكل ايا كان المهم ان هو بيخليه يحاول ان هو يطور في الصناعة بتاعته او في الحرفة اللي موجودة عنده. طيب بتعمل ايه كمان? بتعمل اعفاء ضريبي مؤقت لاصحاب الحرف الصغيرة. فكريل لما انا قلت ان انا ما عنديش شغل. فانا عندي مهارة ان انا بعرف اعمل مثلا كفيات بشكل تراص معين هنا في مصر فعملتها. انا فقلت ان انا عندي معرض. فانا هروح اعرض فيه هعمل شوية كتر هحب اكتر عشان انا انا اعرضهم في المعرض ده. انا لسه مبتدئة. انا صاحبة حرف صغيرة. لسه بقول بسم الله الرحمن الرحيم زي ما احنا بنقول كده. لسه في البداية. فاكيد مش هروح ادفع ضرائب على الحبس صغيرين دول. طيب مين اللي بيحوش الضرائب دي عندي او مين اللي بيحوش الجزء من الضرائب لغاية ما اكون الحرفة بتاعتي ليها صوتها او ليها اسمها المسموع. مين هي شركة اه هي غرفة صناعة الحرف اليدوي. يبقى بتعمل الاعفاء ضريبي لاصحاب الحرف الصغيرة. بتعمل ايه كمان? ممكن النهيات كمان تمواني المشروع. يعني لقيتني مثلا انا محتاجة فلوس عشان اجيب خمات عشان اعمل المشروع بتاعي ده. بتديني الفلوس دي عشان اروح اجيب الخمات دي واعمل المشروع. عشان الحرفة بتاعتي تجبر. تمام? يبقى انا عندي بتعمل ايه? بتعمل النهاية بتراعي مصالح الناس او بتحاول النهاية تحافظ على الناس اللي عندهم الحرف اليدوية اللي موجودة عندي. بعد كده بتحاول ان هي ترفع الموهرة بتاعتهم او تطور منها. بعد كده ان هي بتعفي ضريبي او بتعمل اعفاء ضريبي لهم الناس اللي لسه مبتدئين. ممكن كمان تمولهم البشرعات بتاعتهم عشان هما لسه مبتدئين. تمام كده? بتعمل ايه كمان? بتعمل ترخيص. احنا عندنا طبعا عارفين ان احنا لازم نعمل ترخيص لاي حاجة موجودة عندنا بدل هشتغل او هتدخل في نحيز الشغل. فهي كمان هي صاحب هي المسؤولة عن الترخيص ليا لما انا اروح اعرض في المعرض او اتقول او انا واقدر ترخيص مين انا واقدر ترخيص من غرفة صناعة الحرف اليدوية. كمان هي المسؤولة عن نهاية تلاقي اماكن تعرض لي فيها المنتج بتاعي. يعني انا بروح لهم بقول لهم انا عندي منتج كزا والمنتج ده انا بعمله ومش عارف ابيعه فين. هي بتوفر لي المكان ده عشان اعرضه فيه. آآ قلت كمان ان هي بتحاول تبين آآ القدرة الفائقة او الجمال الجمال في المنتج بتاعي او المنتج المصري. علشان تخلي الناس كلها تشتريه. مش بس في مصر الاوبرة مصري كمان. يبقى انا عندي مركز. الصناعات والحرف اليدوية ده بيعمل ايه? بيعمل حاجات كتير. اول حاجة ان هو بيرعي مصالح العاملين. يعني ايه بيرعي مصالح العاملين? يعني بيهتم بيهم بيحافظ عليهم بيخليهم في مستوى اجتماعي كويس بيحاول يزبطهم بقدر الامكان عشان يفضلوا مستمرين على الحرف دي عشان الحرف دي ما اضعش مني مع الوقت. تاني حاجة بيحاول ان هو يطور من المهارة اللي موجودة عندهم او من الصناعات بتاعتهم دي. تالت حاجة اللي هو بيعفيهم من الدريبة. لو انت صاحب مشروع صغير بيحاول ان هو يعفيك من الدريبة. من الدرائب. وبيحاول ان هو يمولك المشروع لو انت احتاج تتمولي المشروع. انت لسه تبدئ صغير. بيعمل لك الترخيص المناسب عشان تقدر تبيع الحاجة بتاعتي. طب انت معرفت اشتباعها. بيوفر لك المكان اللي هيبعها لك فيه. بيحاول يخلي المنتج بتاعك كويس جدا عشان ينافس المنتجات التانية او يكون مميز لما اي حد من برا مصر يجي يشتريه. يشوفه يجي يشتريه. ده يما احنا عندنا معرض تراصنا كده كان بيجي له ناس من كل دول العالم تقريبا. وكانت معظم المبيعات اتقال اللي فيه مبيعات كانت رقم كويس. بغض نظر عن نوع كان شامل السعودية وكان شامل الامارات كان سامع كزا دولة. بس يكون لهم التراص بتاع مصر بيبقى مميز شوية. طيب. يبقى احنا كده عارفنا الحرف اليدوية في مصر. كمان مش بس انشأنا غرفة اه الاهتمام او الصناعات اللي هي الحرف اليدوية لا. نحنا كمان اتنشأ عندنا مركز اسمه مركز الحرف التقليدية. المركز الحرف التقليدية ده بيمارس حاجتين او مهتم بحاجتين. بالخزف وبالحرف التقليدية. مركز الحرف التقليدية ده بيمارس حاجتين او مهتم بحاجتين بالخزف والحرف التقليدية. اول حاجة عندي هو موجود فين? هو موجودة عندي في منطقة الفستاط. حتى عارف منطقة الفستاط دي موجودة فين? لأ. طيب منطقة الفستاط دي موجودة عندي في حي مصر القديمة. المعرض او المركز ده اصلا موجود فين? موجود قريب جدا من مجمع الاديان. مجمع الاديان ده اللي هو ايه? المكان اللي موجود فيه جامعة عمر بن عاص. آآ والكنيسة المعلقة. كنسة ماري جرجس ومجموعة الكنيسة الكتير ومعبض بني عزرة. ده موجودة عندي في حي مصر القديمة. طيب. ده اول حاجة. بيقونا بي هو مهتم بايه? بالخزف و بالصناعات التقلضية او بالحرف التقلضية. طيب. الخزف اللي هي كان آآ اول واحد انشأ او اول واحد كان مهتم بالخزف عندنا هو آآ سعيد الصدر ده كن موجود ان احنا بنسميه هنا في مصر شيخ الخزفين او الشيخ المهتم بيصنعه الخزف. او اكتر واحد انتج عندنا خزف او كان مهتم بالخزف. طبعا بدأنا ان احنا نطور ان احنا نزودهم بالمعدات بدأنا ان احنا نعمل اه اجهزة اه فرن علشان يحطوا فيه الجوال حاجات فانه كوش اللي هما بيعملوها تفضل ثابتة او مسلا يحاول ان هما يعيدوا تهايكلة حاجة من جديد يزبطوا الموضوع الخاص بالخزف ككل. طيب. بالنسبة للصناعات التقلضية. الصناعات الحرف التقلضية دي ظهرت عندنا او اهتمين بها اكتر لما كان بيبقى مظاهر عندي المساجد الاسبلة الوكالات. طيب المساجد زي مسلا اه نقول مسلا زي مسلا اي مسجد موجود عندي تعرفوا الشرع المعز. اه مسلا نقول ايه مسلا اه ايه تعرفوا مسجد ايه? ولي اقول مسلا. ماشي. اتفضل يا محمد يا خالد انا كنت رسا اقول ماشي. ماشي جد الحكم بامر الله. انا كنت اقول الحكم بامر الله برضو يا محمد. اه. مسلا مسجد الحكم بامر الله اللي موجود عندي. هناك ده من مسلا بتشوفوا نقشات معينة بتشوفوا بعض الزخار بطريقة معينة. دي من الحاجات مسلا ممكن تلاقي رسومات او مميزات حاجات راجعنا احنا كمصر. ممكن تلاقي حاجات راجعة عليه الدمشقيين اللي هما الخط مثلا ممكن نلاقاها راجع عليه هم حاجات مميزة عندهم. الاسبلة اللي هي زي ايه? زي السبيل. زي سبيل مين بقى? مشهور. اخدناه في شرع المعز. المفروض ان احنا كنا اخدنا الحاجات دي في شرع المعز. رحمة. اتفضلي يا رحمة. انت مش سمعني ولا ايه? اتفضلي يا رحمة انت رفع ايدي. طب اتفضلي يا سلم. يا عبد الرحمن كانت خدى. تمام. اللي هي عبد الرحمن كانت خدى. من اشهر القدبلة الموجودة عندي اللي هو عبد الرحمن كانت خدى. دي الحاجات اللي كانت يعني بتحاول او عن طريقها اتواجدت الحراف التقليدية او الحاجات المميزة. ليه? لان احنا عندنا الحراف دي ايما على الحاجات اللي هي نجرة مثلا اه ممكن مثلا تلاقي الخشب زي مثلا اه باب الكنيسة المعلقة مطاعم بالحاجات بالعاج او مطاعم بالعاج فدي من الزخرف والحراف التقليدية الموجودة عندنا. لو لو يعني روحنا ان شاء الله او كنا موجودين في اه كنسة المعلقة فانت هتشوفوا ان الباب بتاع الكنيسة المعلقة ده من اشهر الحاجات اللي مميزة عندنا لما نيجي نتكلم على الكنيسة المعلقة لازم نتكلم عن الباب ده اللي هو ايه مطرس بالعاج او مزين بالعاج دي مثلا عندنا اه الخيامية احنا مشهورين في مصر بالخيامية اه مثلا نقول عندنا ايه نحاسين اه كل الحاجات اللي لها علاقة بالحرف عموما اين كانت الحرف هي ايه? يبقى انا خد فيه الحرف في مصر وتكلمت عن الحرف او الصناعات في مصر بشكل عام وقلت ان احنا عندنا آآ مكان المكان ده اللي هو غرفة آآ ان شاء الغرفة الصناع غرفة الصناعات للحرف اليدوية ده بيعمل كذا حاجة اللي هو بيحاول ان هو يساعد الناس اللي موجودين على كذا حاجة وتكلمت كمان عن مركز الحرف التقريضية عندي في الفستور وقلت ان هو بيشمل حاجتين مركز الخصف ومركز الحرف التقليضية تعالوا كده نقول سريعا احنا قلنا ايه واحنا طبعا مش هنتكلم من اول الاغاني احنا هنتكلم من اول الحرف الصناعات التقليضية قلنا عن ان تعرفة الحرفة اليدوية بشكل عام عرفناها يعني ايه? والن احنا عندنا اهمية سواء كانت الاهمية دي في اهمية الاجتماعية اهمية الصناعات دي اهمية اجتماعية او اقتصادية او بعد كده اتكلمنا عن عدد خصائص معين اللي لازم يكون موجودة عندي في الحرف او الصناعات دي زي مثلا الاصالة زي التفرد زي الارتبط التاريخي والثقافي زي مثلا المهارة الحرفية واني هي يعني المهارة الحرفية ان هي تكون غالبة مصنوعة بالايدة حتى لو كان فيه جزء مصنوع عن طريق معدات او مكان لأ هي في الغالب بيغلب عليها الطبيع اليدوي بعد كده اتكلمنا عن الحرف اللي موجودة عندي في مصر وقلنا ان احنا عندنا الحرف اللي موجودة عندي في مصر دي ناشئة من البداية يمكن من اول العصر العثماني او من قبل عصر العثماني بس هي كانت منتشرة او مصدهرة او في العصر العثماني على انها كانت الصناعة الوطنية في الوقت ده وقلنا ان احنا عندنا كان كل مجموعة ليهم حرفة معينة بيقعدوا في مكان معين او في طائفة معينة زي مثلا نحية باب الشعرية زي الغرية زي مثلا النحاتين زي القيامية وبعد كده قلنا ان احنا عندنا للحرف اللي موجودة عندي في هتكنلنا عليها قبل كده علشان كده انشأنا غرفة صناعة الحرف اليدوية. وقلنا ان غرفة صناعة الحرف اليدوية دي بتعمل كزا حاجة. قلنا ان هي بتراعي مصالح الناس اللي موجودة عندي. يعود الناس الحرفيين. بعد كده بتحاول ان هي ترفع الكفاءة بتاعتهم. بتعمل لهم اعفاء ضريبي لو ما لسه في بداية مشروعهم او في بداية حرفتهم. ممكن كمان ان هي تتمونهم او تعمل لهم كرود من من البنوك. كمان بتحاول ان هي تعمل لهم ترخيص لو مش لاقي كمان مكان ان هو يبيع الحاجات بتاعته او الحرف بتاعته. بتوفر له المكان اللي يقدر من خلاله يبيع الحرفة بتاعته. وبتحاول كمان ان هي تعمل آآ تطور للمنتج بتاعه عشان يقدر ينفس به المنتجات اللي موجودة عنه. بعد كده اتكلمنا عن مركز الحرف التقليدية اللي موجودة عندي في الفصطات. وقلنا ان هو بيشمل حاجتين بيشمل مركز الخزق ومركز الحرف التقليدية. تمام كده? تكلمنا قلنا يعني ايه الخزق? هي الحاجات اللي مفروضة ان هي ايه? الحاجات اللي هي كان مشهور بيها كان آآ اسمه سعيد الصدر. هو ده كان آآ شيخ الحرفيين او شيخ الخزفين اللي هم الناس اللي بيشتعلوا الخزف. واللي هو بقى المركز ده هو ان هو يزود في المعدات او يجدد في المعدات عشان تتواكب بقى التطور اللي احنا موجودين فيه. لكن مركز الحرف التقليدية. قلنا ان هي زي مسلا نجارة زي ان مسلا تعمل حاجة والطعامها بحاجة تانية يا زي ما انا قلت لكم احنا عندنا مسلا تطعم النقوش بالصدق. تطعم النقوش بالعاج. اي حاجة من الحاجات اللي موجودة عندنا. فيه جزء اخير بس هقوله اللي هي الثقافة المادية. عشان كده يبقى خلصنا الفصل التالت. الثقافة المادية. اللي هي ده ازاي انت بتعيش في المجتمع ده. الثقافة المادية دي اللي هي ايه? فاكرين لما كنا بنقول قدام. ان احنا عندنا اربع حاجات في اقسام التراث الشعبي. سوا انا هجيبها لكم. الفنون الشعبية والثقافة المادية. احنا اخذنا الفنون الشعبية. اللي هي كانت كل الحاجات اللي فاتت دي. كانت العادة والتقاليد والحاجات كل الحاجات الفنون الشعبية كانت المسل الشعبي كانت القصص والحكايات كانت الاساطير اه كانت ايه كانت الاغاني كل كانت الرأسات المميزة كانت كل ده من ضمن الفنون الشعبية طب الثقافة المادية بقى هي ايه يبقى انا دلوقتي فين عشان بس ما اتوهش مني انا في اقسام التراث الشعبي اللي كنا قسمنا اربع المعدادات المعارفة الشعبية اعداد التقاليد الادب وفنون المحكاية وبعد كده الفنون الشعبية قولة الفنون الشعبية دي اللي كان جواها الاغاني والرأسات وكل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها دي طيب الحاجة الاخيرة بقى عندي اللي هي ايه الثقافة المادية اللي هي الجزء اللي هو الفنون الشعبية الثقافة المادية يعني ايه فنون شعبية طيب الثقافة المادية الثقافة المادية اللي هو الحاجات اللي الانسان بيحتاجها في حياته اليومية وهو عايش في المكان ده سواء كان مسلا الابناء الابنية او المباني اللي هو قاعد فيها شكلها ايه? آآ هل هي مسلا آآ راجع للتراص مسلا ولا هل هي مباني حديثة او هي كانت تراص وشناها خلاص وعملنا مباني حديثة. طيب هم عايشين ازاي اصلا في المجتمع ده? هل هم عايشين بطريقة تقليدية? ولا هم خلاص تحضروا وتطوروا فبقوا وعايشين في تطور آآ مختلف عن اللي كان قبل كده. دي بستقافة المادية دي المفروض المقصود بها هي ايه? الحياة اليومية بتاعت الشخص ده. او الحياة اليومية بتاعت آآ الانسان آآ في المجتمع الشعبي. اللي هو بيعيش ازاي? اكله ازاي? آآ مسكانه ازاي? لبسه ازاي? بكل حاجة هو بيعيشها هل متطورة ولا راجع لاصل شعبي? راجع لاصل من التراص. تمام? دي الجزء الاخير. طيب حد عنده مشكلة في اللي انا قلت كله او مش فاهم حاجة? تمام. تمام? يعني فيش اي حد مش آآ في حاجة واعت منه? تمام. خلاص تمام. ان شاء الله اكيد انتم عارفين بقى ان المحاضرة الجاية هتكون المتحان اللي هو المترم. تمام. ماشي. خلاص آآ كده انا المفروض خلاصت المحاضرة. متقابل بكرة ان شاء الله في ممدد بخلص الاسواء عشان نتكلم عن العرب بتاع محمد خالد ونتكلم عن العرب بتاع مسلمة برضا. خاضر يا دكتور. ماشي يا محمد. ماشي يا دكتور. ماشي يا دكتور. ليه اصلا ما عملته ايه في العرض طيب في البرزنتيشن في اي حاجة? هنتقابل بكرة نتكلم في الموضوع ده. تمام يا دكتور. خلاص ماشي. بس مجمل العرض بتاعكم كان مميز جدا جدا يا محمد سلم. كان حلو. ان شاء الله. ان شاء الله نتقابل بكرة ان شاء الله في مدد بحث الاسواء. ماشي. سلام يا شباب. سلام يا دكتور. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة